هنروح لمنتخب السلة منتخب السلة لعب مزنبيق على المركز الخامس والسادس للأسف خسرنا وخدنا السادس خدنا السادس بعد ما خسرنا بنتيجة كم يا جماعة تسعة وستين اتنين وستين تسعة وستين اتنين وستين وكنا قبلها بيوم كسبنا أنجولا عشان نلعب على الخامس والسادس طبعا دي أحسن نتيجة عشان نبقى يعني قمنا مع بعض تقول للسادس يا كابتن ده السادس كابتن هابل ألف ابني النادي الأل المدير الفني هتقول السادسة كابتن ومش عارف ايه لا انا اقول لك ان دي احسن نتيجة في اخر تلاتين سنة الدورة اللي فاتت من سنتين خدنا السابع دي خدنا وان ستيف فورورد خدنا السادس طب ده كافي لا احنا طمعنين في الاكتر بس خلينا اقول لكم بامانة السنغال ونيجيريا فرق عشان تكسبها صعب جدا مش عشان الامكانيات الفنية ولكن الامكانيات البدنية الجبارة بجد يعني عندنا يعني بناتنا على مستوى فن كبير عشان تكسب الفرقة دي لانتا محتاج اعداد تاني وشغل يعني جامد اوي طيب عندنا ارقام حلوة لبناتنا في سوداسي من النادي الاهلي من اصل 12 كانوا موجودين مين هم ثوريا محمد نادين السلعاوي فريدة واقل رانيم الجداوي نور علي طلعت نادة نافع من اصل 12 6 من 12 من النادي 50% زي المهير فني من النادي الاهلي يعني النادي الاهلي هاو زي ما بقول لكم هاو اكبر دليل كوادره بتمثل منتخبات مصر لو بنقول السيدات عشان بس الصورة تكمل ما هو ما ينفعش اقول رجال بس وابقى يا جماعة ده بطولة خسرتها احنا ملوك الصلاة طب يا سيدي يعني طب ناخد الصورة كاملة عشان ابقى راجل اللي حقاني نيبقى مصطرة واحدة السيدات عندنا 6 هم من منتخب مصر نادين السلعاوي بقى جميل بقى في كده نادين السلعاوي افضل مسجلة سكرر في البطولة 101 نقطة على بطلات من السنغال ونيجيريا ومالي كل دول نادين السلعاوي خدت هداب من التانية ثورية محمد برصيد 91 نقطة في الوقت اللي ثورية الدورة اللي فاتكت هيل هداب برصيد 85 نقطة ارقام هيلة لبناتنا وقولهم مبروك على المركز السادس اه ساعات سادس سابع تقوله مبروك لانه عمل اللي عليه وليس في الامكان ابدع من مكان انما فيه فرق تاخد تالت تبقى زعلان لان كان عندهم احسن كويس برافو يعني استمروا على كده ونتمنى ان شاء الله البطولة اللي جاية نخش المربع وكنا قريبين جدا من المربع في ماتش الكاميرو كانت فرصة بس ما عليش هارد لك وان شاء الله نعوضها بإذن الله في البطولة القادمة